تلبية لحاجيات المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة من المصادر البشرية من أجل تمكينها من القيام بدورها في الاقتصاد الوطني وتحسين قابلية التشغيل وزارة التشغيل والتكوين المهنية تطلق برنامج التدعيم لمؤازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن برنامج التدعيم الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتنزل في إطار تقوية العلاقات مع القطاع الخاص الذي يعتبر حجز زاوية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو معروف تعتبر محركاً أساسياً في كافة اقتصاديات العالم كما تشكل رافضاً مهمة لخلق مواطن الشغل داخل سوق العمل تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل توفير 500 فرصة تدريب لفائدة المؤسسات ضماناً لإمدادها بطواقم مؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات إدراكاً منها لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها المحور في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل قررت الوكالة الوطنية للتشغيل أن تضع ضمن أولوياتها دعم وتحفيز هذه المؤسسات عبر ضخ دماء جديد من ذوي الكفاءات المؤهلين القادرين على النهوض بها سيتيح برنامج تدعيم في مرحلته الأولى التي نطلقها اليوم بالتعاون مع شركائنا في الوكالة الفرنسية للتنمية 500 فرصة تدريب لفائدة المؤسسات تلبي احتياجاتها من مختلف المجالات والتخصصات المشاركون تابعوا فيلم تعريفيا عن برنامج التدعيم وأهدافه وكيفية الاستفادة منه لدعم المؤسسات والرفع من قدراتها على النمو والتطور إضافة إلى خلق فرص التدريب للباحثين عن الشغل وربطهم بسوق العمل